اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لي على الفيسبوك إلا ما يكون في سبقش من الجزائريين فالحقيقة البوست ده محدش داخل خالص وكأنهم خايفين من حاجة أو مش عايزين يدخلوا لسبب ما على البوست ده يعني المهم بعد حوالي ساعة فعلا لقيت إنه المغربة بس اللي بيكتبوا عليه وكلهم بيقولوا لي لأ طبعا إنت بتعملش فتنة ده داشتان وفجأة واختفاء الجزائريين تماما من على البوست ده لسبب ما أنا مش فاهمه وبعدين لقيت تم حذف البوست ده والفيسبوك قال لي إنه البوست ده يعني مش كويس أو في حاجة غلط فتم حذفه وإيقافك 24 ساعة السؤال هنا اللي أنا بوجهه بقى للفيسبوك نفسه اللي عايز سأله عليه يعني آآ هو الشتيمة واللي وقيلة الأدب وقمة الكلام اللي الرضيء والدنيء اللي تقلي في المسجات وبيتقلي في التعليقات ده مش كلام مش كوي يعني ده ما بيتوقفوش عليه ليه ده الغريب هل البوست اللي أنا حطيته اللي فيه واحد بيحث الناس ضد المغربة بيقول الناس يتلوا المغربة هل ده فيه يعني فيه حاجة مش كويسة والشتيمة والسبب اللي في المسجات ده مش ده عادي ده انتو لو تشوفوا المسجات اللي في يعني 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 يتسجنوا فيها مش بس يتوقف الفيسبوك بتاعه فده أنا استغربته جدا يعني عدت أسأل نفسي هو إيه ده شيء غريب جدا فالحقيقة في كده عالمتين استفهام ياريد تجابوني عليه لو انت عندكم معلومة العالمتين استفهام الأولى ليه الجزائريين مردوش خلاص على البوست ده ولا كتبوا عليه هل هم خايفين من راجل ده مثلا او ده ليه علاقة بل يا مش عارف فيه خوف غريب ما كتبوش كلمة على البوست ده الحاجة التانية انه الفيسبوك غريب جدا انه هل ده فيه قلة أدب والشتيمة وقلة الأدب اللي بتتقللنا في المسجات وفي التعليقات ده مش شتيمة تانية حاجة يا ريت لو فيه حد يارف طريقة لان انا خلي الصفحة بتاعتي على الفيسبوك ما حدش يشوفها من الجزائر يعني اعمل بان للجزائر ما يشوفوهاش يا ريت والله يكون اريح لي المهم نقول الخبر الاولاني اللي معنا سيارات الشرطة اليونانية الجديدة يا جماعة صناعة مغربية تطور مغربي كبير جدا وحاجة مشرفة الحقيقة انه اا المغرب دلوقتي خلاص قام بتصنيع سيارات اا الشرطة اليونانية وهي بتمشي بطاقة الكهربائية وتابعة لشركة سيتروان والشرطة اليونانية خلاص بقت سياراتها الجديدة صناعة مغربية 100% كمان وزير الصناعة والتجارة المغربي اعلن انه في خلال سنتين المغرب هيصنع الطائرات 100% يعني الطيارات تصنع 100% جوه المملكة المغربية الشريفة دلوقتي المغرب بيصنع 40% من الطيارة ان شاء الله في حلول في خلال سنتين هيتم تصنيع 100% يعني الطيارات هتصنع بالكامل في المغرب الاعلام الايطالي بيهاجم الجزائر مجلة او صحيفة لا ريبوبليكا الايطالية قالت انه الجزائر سايب مشاكله الداخلية او الحكومة الجزائرية سايبة مشاكلها الداخلية وسايبة المشاكل بتاعت البلد اللي مش عارفة تحلها وبتعادي المغرب ومصممة انها تعتبر المغرب هي العدو الاول للجزائر وده شيء غريب جدا كمان تصرفات الجزائر بقطع الغاز والقصة اللي حصلت دي ده على كلام الصحيفة الايطالية قالت انه تصرفات الجزائر بتعتبر ابتزاز للاتحاد الاوروبي وابتزاز للدول الاوروبية وده للمفروض الدول الاوروبية ما تسكتش عليها نهائيا الحقيقة انه tentzarafات كلها بتاع ببين انه في عشوائية شوية او في بس الهدف ان انا بعادي المغرب لكن مش مش مهمة اي حاجة تانية يعني مش مشكلة ان انا بقى مخطئ في التعاقد مع الاتحاد الاوروبي على شيء معين مش مشكلة اكون ابان ان انا بابتزق دول اوروبا مثلا هما من همش علاقة مثلا بالمشكلة معايا لكن انا المهم بالنسبة لي ان انا المغرب هو عدوي الاول وده كلام الصحيفة الايطالية مش كلام ناحنا بس اي حد دعمة هيشوف الكلام ده انه صرفات الحكومة الجزائرية بتبين عداء كامل للمغرب اول رد رسمي بقى من الجزائر على تقرير المينورسو انه رمطان العمامرة كان عامل زي ندوة كده بقصر الامم وقال انه الجزائر ملوش اي علاقة بتقرير يطلع من اي جهة في العالم يعني هو بيقول انه قضية الاتنين اللي ماتوا او التنات اللي ماتوا الجزائريين دول ملهمش اي علاقة باي تقارير ممكن تطلع قال ان ده حاجة تخص الجزائر ورد الفعل هيكون جزائري بتفكير يعني يعني زي ما كون بيقول ايه يعني انا مليش دعوة بالتقارير اللي هتطلع من العالم انا دي حاجة تخصين انا فانا اللي اخد رد الفعل زي ما انا شايفه يعني وعايز يقول كده يعني الفكرة كلها انه العالم كله قاله انه المغرب ملوش علاقة بالقصة دي انه المغرب مش هو اللي قام بالاعتداء على الجزائريين مدنيين دول مئة الف قصة كمان الامم المتحدة قالت له اهم ليه اصلا الشاحنتين دول متوجدين في المكان ده موضاش غريب وغير قانوني لان المنطقة دي عزلها يعني القصة كلها هو بيقول من الاخر انه اي تقارير هيطلع لي من اي حتة في العالم انا مليش هلقه بي انا هاخد ردة الفعل زي ما انا شايفه وزي ما انا ايه عايزها دي حاجة تخص الجزائر ده كلامه حقيقة انه مفيش حد يقدر ينكر انه الحكومة الجزائرية شايفة ان المغرب بعده وبتتعامل على الاساس ده اه بعض الناس اللي بتدخل تقول في التعليقات مثلا انه الشعوب ملهاش علاقة اه طبعا الشعوب ملهاش علاقة بس لما يكون الطرف ده من الشعب طالع بيقول اه صراحة يعني احنا شايفين انه ده غلط او ملاش لو انت ممكن تكون عندك مثلا اه فيه قمع فانت خايف تقول ده طيب على اقل ما تشتمش ما تعاديش لكن انت بتشتم وبتعادي وفي التعليق اللي بعده بتقول اصلحنا اخوات وفي التعليق اللي بعده بتقول اصل فتنة ولما نحط سورة واحد دعا لقتل المغربة ما تردش وبعدين تشتمنى وبعدين والله العظيم يا جماعة انا احكي لكم يعني الموضوع ده لازم اقوله لكم لانه بصراحة الواحد بيتحرق دمه فيه تعليقات جاتلي من بعض الناس انا حافظ اسمائهم بس على الفيسبوك يعني دخلوا كتابولي انت فتان وبتعمل فتنة ومش عارفوا كلام البلابلا الكلام اللي بيقولو ده وفي تعليق بعدها تعليق بعدها على طول شات مننا والمغرب قايلين انت يهودي وانت صهيوني وانت بتنصر المغربة ولقى الصحراء الغربية الكلام ده بنفس الشخص اللي بيقولو تعمل فتنة بيكتب كده تخيلوا يا جماعة فقمة النفاق الحقيقة انا اي جزائري هيدخل يقولي انت بليك حرية التعبير وحرية التعبير عن الرأي وانا مش مختلف معاك طالما انت بليك رأيك وبتقولوا باحترام فانا ما لديش مشكلة معاك وانا ما لديش عدوة مع المغرب واه صحراء مغربية وانا ما لديش ابدعوا بقصة الصحراء دي او ما تخصنيش في حاجة انا ادخل اقولو يا عم انت تمام وعلى راسي وخلاص ما فيش بيني وبينك خلاف لكن للأسف ما بلقيش حد كده بنسبة تمانية وتسعة وتسعين وتسع من عشرة في المية عكس الكلام ده بيدخل يقول فتن ويشتم في نفس الوقت ويقل لأدبه على اي حد بيدافع عن المغرب تقريبا ما شفتش حد بيتناقش معايا بالعقل او بيقول لي انت عليك حرية التعبير عن الرأي وحقك تدافع عن المغرب عموما كل حاجة بينة ومعروفة وكل واحد عارف الصح من الغلط وعارف حتى انه منافق من جواه بس بيجذب قدام الناس باشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام علي